اشتركوا في القناة في الاسرة المسيحية تحضرني كلمات رب المجد يسوع لما يقول كل ما تريدون ان يفعلوا الناس بكم هكذا يفعلوا انتم ايضا بهم وبيحط لنا مبدأ كل واحد اللي يحبه لنفسه ويحبه للاخر بل بالعكس من كده يبدأ بيقدمه للاخر ايجابية مستمرة في حياته اللي اضربنا من اهم معلامات الحوار الناجح في الاسرة انه بيقوم على المحبة والاحترام نفوش بقى يعني جرح ولا سخرية نتذكر لما ربنا بيقول في علاقته مع ابونا ابراهيم قبل احداث سادو معامورة يقول ربنا يقول كله هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله انا بقى قدام الالاية دي وبتعجب ازاي ربنا بيتحور مع نفسه هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله والنقطة التانية ان ربنا بيعد للحوار مع ابراهيم شيء عجيب في سفر التكوين ساحة 18 الحوار ايضا الناجح يكون بعيد عن الانانية ما يبقاش كل واحد عاوز يفرد رأيه او يشوف هو محتاج ايه ويترك الاخر ويستهين باحتياجات الاخر باراه لابد ان نخرج من زواتنا لنستمع للاخرين زي ما بيقولوا كده في التعبير البسيط ربنا ادانا لسان واحد ودنين عشان نسمع اكثر من نتكلم حتى ان العهد الجديد فيه يقول كده قديس يعقوب مغبوط ان هو الاستماع اكثر من التكلم ايضا الحوار الناجح يقوم على كل واحد بيقدم الاخر طب تفضلي اقول اللي انت شايفاه طب انت اقول اللي انت عايزه او اللي انت شايفه او ايه رأيك وكده كل واحد يبقى عنده شغوف وانه يسمع رأي الاخر وجهة نظره في كل الامور الحوار الناجح هو اللي يلغي الحواجز مش عشان انا راجل يبقى زوجتي لازم تسمعه دي للأسف يعني مشكلة منتشرة جدا جدا انا الراجل كلامي لازم تسمع كلام الزوجة مش مهمة ما تعرفش ما تفهمش لا هذا الامر خطأ كبير جدا يجب انه تجنبه لابد ان يكون فيه نوع من القبول الاخر والتساوي في حق كل طرف انه يعرض رأيه حتى الزوج والزوجة او الكبير والصغير الاباء كمان يستمعوا لأراء اولادهم وينقشون فيها بكل بساطة وكل وداعة ايضا ولا مثلا ايضا للاسف فيه في البيئة بتاعتنا الولد والبنت الولد من حقه الرأي والبنت مش من حقه الرأي هذا الامر ايضا خطأ نحتاج ان الحوار يقوم على عدم وجود حواجز ما بين الجنسين الكبير والصغير الرجل والمرأة الولد والبنت الحوار الناجح ايضا كل طرف يسمع ما في قلب الاخر ربنا قال كده في سفر اشعية هلما نتحاجج يقول الرب هلما الله بيتكلم على التوبة هلما نتحاجج يقول لرب ان كانت خطاياكم مثل القرمز تبيض وتصير مثل الصوف النقي يعني ربنا بيتحاجج مع الانسان حتى عشان يتوبه الحوار الناجح ايضا يعتمد على الثقة في النواية كل طرف يبقى عنده ثقة ان ما يقوله الطرف الاخر وما يعرضه هدفه النجاح هدفه تحقيق السعادة للطرفين هدفه نمو الاسرة ومستقبل صالح لها الحوار الناجح ايضا يكون فيه نوع من العواطف الايجابية بتقول لي ايه يا حبيبتي بتقول ايه يا حبيبي بتقول ايه يا ابني الحوار الناجح لازم يستخدم كلمات لطيفة عشان يفتح القلوب ويفتح الزهن لكي نستمع بعضنا لبعض الحوار الناجح ايضا يركز على عمق الامور اكثر من الظواهر باللاحظ ان منقشات كتيرة جدا بتنتهي بالفشل لان كلمة قالت مش مريحة طرف فيتركوا الموضوع الاساسي ويتمسكوا بالكلمة وقالت وقال والنقع في مطب كلمة واحدة تضيع علينا نتيجة ممكن تكون مقدسة وصالحة للطرفين الحوار الناجح ايضا يحتاج الى اسلوب كلام ناجح اسلوب كلام طريقة ربنا يسوع كان قال للمرأة السامرية قال للسيدة العزراء ما لي ولاك يا امرأة لم تأتي ساعات بعد في معجزة عرس قان الجليل ربنا يسوع حتى بيكلم العذرة وبيوضح لها السبب لم تأتي ساعات بعد ويقول للمرأة السامرية اذهبي وهدعي زوجك الحوار الناجح بيحتاج اسلوب مهزب في الكلام ما يقولش اسلوب ساخر او اسلوب يحقر من الاخر الحوار الناجح ايضا يذكر بعضنا بالايجابيات السيد المسيح لما كان مع التلاميس في السفينة قال لهم اين ايمانكم انتم مؤمنين فين ايمانكم اهتزتوا ليه فبيفكرهم انكم عندكم عنصر ايجابي راح فين ما فيش مانع الزوجة تقول للجوزة انت بتعبت كثير من اجلنا فما لش الحكاية دي اعملها عشان خطر كذا والعكس صحيح ان دايما نتذكر ايجابيات بعض لا نحتقر اعمال بعض لما قالوا فيه يعني الكسيرون بيستخدموا اسم المسيح قال لهم لا تمنعوا لان من ليس علينا فهو معنا لما قالوا له كسيرين بيخرجوا الشياطين باسمك قال لهم لا تمنعوا ما احتقرش العمل اللي عملوه ولكن يعني ركز اكتر بعد كده على اليمان الحوار اللي يجيه يعتمد على احترام الشخص زي السيد المسيح لما كان يكلم سمعان يقول له يا سمعان عنديك شيء اقوله لك بنلاحظ انت يا فلان انت يا فلانة وكلام يحقر من الاخر لكن مهم جدا ان نستخدم اسم الاخر في الحوار بكل احترام وكل تقدير حتى لما جاي يهوزة حبي يسلم السيد المسيح قال له يا صاحب ابو قبلة تسلم ابن انسان قاله له بطريقة لائقة من النصاح المهمة ايضا في الحوار مراعاة اللياقة كل انسان يتراعي طرق مشاعر الطرف الاخر حتى لو كان غريب يكسب سقط واحترامه بمرعاته ونحافظ على اصول وقواعد الكلام وزي ما بيقولوا عليها الاتيكيت مع الاخرين وبنعمة ربنا مرة تاني ناخد ايضا عوامل اكثر في نجاح الحوار خاصة في الاسرة والالهنا المجد دائما ابدا امين ترجمة نانسي قنقر